تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلومة التابعة للمصلحة الولاية للشرطة القضائية بمدينة الرباطة منتصف نهار اليوم الأحدث 16 من فبراير الجرية من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة يدير صفحة على موقع التواصل الشمعي فيسبوك ولذلك للشباه بتورطه في تحريض على العنف وارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات وأوضحت مصالح الشرطة القضائية حسب بلاغ لها أنها كانت قد تعاملت بجدية مع تدوين منشورة على صفحة يديرها المشتبه به على شبكة فيسبوك تتضمن عرضا لوسائل تشجيع خاصة بإلتراس محسوبة على فريق الجيش الملكي مصحوبة بصور لأسلحة نارية وتعليقات تتوعد بارتكاب أعمال عنف خلال الدورة المقبلة من البطول الوطني الاحترافية لكرة القدم وأبرز ذات المصدر أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة مكنت من تحديد هوية المشتبه به الذي تم توقيفه وإيدعه تحت تدبير الحراس النظرية من طرف الشرطة القضائية بالرباطرهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المغتصة وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بنشر هذا المحتوى الرقمي العنيف ومدى ارتباطه بنشاط هذا الفصيل من المشجعين